قال وزير المالية الروسي أنتون سيليانوف أن عجز الموازنة قد يتجاوز نسبة 2% المتوقع في 2023 بعد أن آثر الصقف السعري المفروض أثر على خام النفط من إيرادات الصادرات الروسية وأضف أن خفض حجم صادرات الطاقة أمر محتمل في ظل تجنب بعض الدول للتعامل مع روسيا وفي حالة تقلص أحجام الصادرات قال سيليانوف أن روسيا سيكون لديها مصدران للتمويل الإضافي وهما القروض وصندوق الثروة الوطنية الذي يحتوي على احتياطات البلاد غدرت 9 سفن أخرى محملة ب390 ألف طن من المنتجات الزرعية الأوكرانية لدول أفريقية وأسيوية وأوروبية موانئ أوديسا في إطار مبادرة الحبوب ذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أنه يتم حاليا تحميل 22 سفينة بأكثر من 860 ألف طن من المنتجات الزرعية في موانئ منطقة أوديسا غدرت 594 سفينة موانئ منطقة أوديسا وذلك منذ الأول من أغصص الماضي وصدرت أوكرانيا 15.5 مليون طن من المنتجات الزرعية إلى آسيا وأفريقيا وأوروبا قالت هيئة الرقابة المصرفية والتأمين في الصين أن بكين ستعزز الدعم المالي للشركات الصغيرة والخاصة في قطاعي التموين والسياحة والتي تضررت بشدة من وباء كوفيد 19 وتعهدت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية بتلبية احتياجات التمويل وتحسين الميزانيات العمومية للمطورين إلى جانب الاستجابة بشكل استباقي لمخاطر تدهر الأصول الاقتمانية وتشجيع البنوك على تعزيز التخلص من القرود المتعثرة أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيع سوداني ضرورة اتخاذ البنك المركزي للإجراءات اللازمة للمنع المضاربات غير القانونية وكل ما يضر بالسوق المحلية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار جاء ذلك خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي مصطفى غالب وشدد السوداني خلال هذا الاجتماع على ضرورة تحقيق الاستقرار العام للأسعار وسعر الصرف المحلية وتنظيم ومراقبة عمل المصارف وتعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفعة وتطوير نظام المدفوعة أعلن مصرف لبنان المركزي خفضا حادا لقيمة الليرة إلى 38 ألف ليرة للدولار في محاولة لتخفيف انخفاض العملة إلى مستويات قياسية في السوق الموازية وأوضح المصرف في بيان له أن تخفيض قيمة الليرة خلال فترة الأعياد يرجع إلى عمليات مضاربة وتهريب للدولار خارج الحدود حيث بلغ السعر الليرة في منصة صيرفة نحو 31 ألفا ومئتي دولار يوم الثالث والعشرين من ديسمبر آخر يوم متداول ويعد سعر الليرة في المنصة أحد أسعار الصرف المتعددة في لبنان ويشمل كذلك السعر الرسمي الذي توقف فترة طويلة عند 1500 ليرة للدولار ترجمة نانسي قنقر